اشتركوا في القناة كذلك ولاية بناء عباس الأمطار ستلتحق حتى على منطقة صورة تحت وقار عود بينما على الوجهة الشمالية بعد انقشاضها مع نسبة رطبا عليا على وجهة الساحلية الوسطى والشرقية في الأجواء تبقى مغاشات على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب مع هبوب رياح قوية على الوجهة الساحلية الغربية تصل غاية للخمسين كيلومتر في الساعة حتى على ولاية تيندوف كذلك صحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب أقول مثيرة للزوابع رملية خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد درجة واحدة دون الصف على السطيف وحتى على باتنا 6 درجات على العاصمة 9 درجات على ولاية بشار 7 درجات على تيندوف 17 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد ارتفاع لدرجات الحارة تقريبا على كافة المنطق الشمالية ستفوق المعدل الشهري خاصة على الوجهة الغربية ننتظر مقاييس ما بين 24 درجة إلى غاية 25 درجة على كل من تلمسان عينتي موشنت مستغان موهران 14 درجة على السعيدة 16 درجة على العاصمة نفس المقاييس على غردية كذلك ولاية إليزيتا نخفض على الجنوب الغربي مقاييس ما بين 14 إلى 16 درجة ترتفع على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب أما البحر أقول خلال يوم الغد يبقى بحول الله هادئ على السواحل الشرقية رياح ضعيفة لكن قليل إتراب على السواحل الوسطى مع رياح مهتدلة بينما بحر مطرم مع رياح قوية تصلحة إلى 50 كم في الساعة وهذا على الوجهة الغربية ثلوج خلال يوم الغد ستتساقط على موريال بكندا مع أربع درجات دون الصفر أمطار على نيويورك وواشنطن كذلك فانكوفر بينما أجواء مشمسة على دولاس مع 11 درجة أجواء مغشات مع تقص حار على ميامي وكذلك ميكسيكو مقيس ما بين 25 درجة إلى 27 درجة وتحت الظل غرب الشمس اليوم الغد إن شاء الله الجمع على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة و30 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله